متزايد من السودانيين من وهدة عميقة انحضرت إليها الثقافة السودانية قياسا بازدهارها إبان سنوات الستين أو السبعين من القرن الماضي ويبدي كثيرون استياء شديد مما تردى إليه المشهد الغنائي السوداني الذي غدا يعج بأنماط مستحدثة من الغناء الذي تتسم كلماته بالركاك وموسيقاه بالرداء وأصواته بالقبح ويحدث ذلك كله وسط غياب الأصوات والأقلام التي نشطت خلال عقود سابقة في كتابة القصة القصيرة والأنماط الشعرية الراقية والرواية والنقد الأدبي والفني ومع استمرار إثارة هذه التساؤلات بدأ يورز السؤال الحتمي عن كيفية معالجة هذا المشهد المتشضي وتحديد خريط الطريق للنهض بثقافة السودانية لتسعيد عافيتها وألقها يوم كانت بيروت تطبع والقاهرة توزع والخرطوم تقرأ ويوم كانت جموع المثقفين تحتشد في سجالات ومسجلات أفضل إلى ميلاد مدرسة الغاب والصحراء ومدرسة الخرطوم وغيرهما من تيارات الأدب والفكرة بيد أن أزمة الثقافة والغناء السودانيين ليست بمعزل عن نظيرتها في العالم العربي حيث تطل عبر كل البوابات الإعلامية صرخات مماثلة تشكر ذاء المخرجات التعليمية وتدني حصيلة التعليم الجامعي وضعف المنتوج الأدبي والفني والغنائي ولذلك كان طبيعيا أيضا أن يتساءل مهمومون بالثقافة السودانية عما إذا كانت حواء الإبداع السوداني قد غدت عاقرا لتعجز عن إنجاب فنانين وشعراء غنائيين وأدباء كما كانت حال أجيال سلفت وهو سؤال يتردد بشكل أو آخر في كثير من العواصم العربية وربما الأفريقية والآسيوية اشتركوا في القناة